رؤية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عهل البلاد المفدة في إنشاء سوق للمزارعين البحرينيين كان من منطلق إيمان سموها بضرورة إيجاد منظومة تسويقية متكاملة تهدف إلى الترويج للمنتجات المحلية على الصعيد المحلي والأقليمي هذه الرؤية تجلت واضحة على أرض الواقع من خلال قصص النجاح التي حققتها هذه السوق والتي تعتبر جزءا من أهداف المبادرة الوطنية للقطاع الزراعي في ركن خاص وجدنا هناك ما يستدعي أن نقف أمامه لتلتقط عدسة الكاميرا بعضا من قصص النجاح أصحابها هم مزارعون اختاروا معرض البحرين للحدائق ليستعرضوا نجاحهم ويتحدثوا عن إنتاجهم الزراعي في ظل الدعم اللامحدود من سيدة البحرين الأولى الحاج يوسف وصف لنا مدى سعادته بالمشاركة في المعرض وتحدث أيضا عن تجربته مع المبادرة الزراعية أتقدم بالشكر إلى الشيخة سبيش أم سلمان على دعمها إلينا في هذا المعرض ووقوفها إلينا في المبادرة الوطنية وأنا أهم شيء مشاركتي في المعرض هذا أول شيء أتعرف على الناس الشيء الثاني نعرض بضايا الموجودة وأن البحرين ترى فيها خير وفيها إنتاج كثير من جميع الأنواع وجميع الأصناف الموجودة وأساس نتبت إلى الجمهور وللوافدين ترى البحرين عندنا كل شيء نقدر نزرع إن شاء الله في البحرين وكل شيء متوفر المبادرة الزراعية التي تحدث عنها الحاج يوسف كانت وراء نجاح الكثير من المزارعين وتدليل الصعوبات أمامهم من خلال البرامج التدريبية والفرص الاستثمارية المتاحة لهم هذه المعرض دعمها دعمنا المزارعين بقوة وتاني شيء تعطيهم أمال حق ينتجون أكثر وتاني شيء تطوروا في المزارعين يعني أشياء واجد كان قبل ما تنزرع ومن فتحوا سوق المزارعين يعني أشياء واجد تطور يعني الكيل يعني أي شيء يعني توبين غريب يعني هكذا من فضل سوق المزارعين أم سلمان يعني دعمت المزارعين عطتهم آمال يعني واجد قوية وتاني شيء المزارع ضل بأي وسيلة يعني أي شيء منتج غريب يحاول يعني يكون يزرعوا حتى هذا مشاركتي سعيد فيها بالأخص صارت بقرعة وأنا من الناس اللي فست الأميرة سبيكة دعمتنا لجائزة الملك دعمتنا حق السوق المزارعين ودعمتنا إلى المشاكل اللي نواجهها وهذا واجد زي إيمان صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدة بضرورة دعم قطاع الزراعة بشكل عام والمزارعين بشكل خاص كان وراء كل هذه القصص الناجحة اليوم في المجال الزراعي والدعم الذي تقدمه لهم أعطاهم الدافع ليس فقط لزيادة الإنتاج ولكن أوجدت بداخلهم روح الإبداع وهذا ما كان جليا اليوم في ركن سوق المزارعين سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين